قلينا نطلع دلوقتي أعرف حضراتكو على أذكى طفل في العالم وده مش مجرد لقب لكن ده كان نتيجة مسابقة دولية أقيمت فيه تايوان شارك فيه هذه المسابقة ميت دولة يعني ميت طفل من ميت دولة وقدر طفل عمر زكي ابن قرية منية سندوب في الدهلية بأنه يفوز بالمركز الأول وعنده سبع سنين وعلى فكرة عمر كمان شارك فيه المسابقة السنة اللي فاتت لكن حصل على المركز الثاني ودخل سنة دي وأخذ المركز الأول هنحل تلات أرقام عشرة صفوف يلا يا عمر يا جردين ستارت أنا اسمي أم أزاكي عندي سبع سنين الأول على العالم في حساب زي عشر سمين برابو أكسلام أنا فوزت بجواز كثيرة في مسابقات كثيرة أول مسابقة دخلتها كانت ما بين مصر وليبنان حصلت فيها على المركز الأول وبعدين تاني مسابقة دخلت فيها كانت دولية حصلت فيها على المركز الثاني على العالم قلت لا أنا عاوزة أطلع مركز الأول مش يسيب نفسي كده وأدخل أي مسابقة تانية لا أنا قلت لازم أطلع على المركز الأول ادخلتها تاني وحصلت على المركز الأول صغري أنا كنت أحب أعمل أرقام كتيرة بأي حاجة أمامتي هي اللي يعني لقيت كده اللي هو خلاص الموضوع كده ممكن أبقى زكي وبقى عندي قدرات حلوة غير بقى لما دخلنا الأكديمية لقيت القدرات فعلاً ظهرت عندي عمر فعلاً مميز جداً إن هو بيعرف يقرأ الأرقام بسرعة تركيزه كان عادي جداً في أي حسابات مفيش مثلاً لخبطة أو حاجة إحنا متعاولين في المستويات في العادي أن الطفل بيكتاز المستوي في أربع شهور عمر كان بيكتازه في شهرين أول بطولة دخلها معنا كان جاب فيها مركز ثاني ودي كان أول أصلاً بطولة يدخلها في حياته وكان واخد مركز ثاني بس هو كان طلع الأولى على فريق مصر لأنه كان جايب أهلاً درجات في زمائله أنا واصف من نفسي وعمري عملت حاجة وأنا مش عاوزة أعملها يعني مثلاً أنا دلوقتي عندي مصابة وأنا عارف اللي أنا هطلع الأول وفعلاً هطلع الأول هي أربع مراحلة المراحلة الأولى أنا كانت سهلة بالنسبة لي المراحلة الثانية بتصعب بعدين الثالثة لغاية ما جيت الرابع وبقت أصعب من كده لغاية ما دخلتها ولقيت أن اللي أنا خلص بقى بحل الامتحان لقيت نفس اللي هي سهلة الامتحانان بيكون أربع امتحانات أول امتحان مولتبلاي ثاني امتحان ديفيجين ثالث امتحان ثلاث وماينوس وربع امتحان بيكون من كل ده أنا نفسي يعني أدخل الجامعة عشان أنا بقال يعني أنا لما بكون في المدرسة بيكون أنا خلاص يعني الناس بتكتب أنا ويكون خلصت الصفحة اللي هي بتكتب فيها وليس لا بشرحاتش حاجة أنا عاوز أدخل هندسة بسم الأتصالات إذا عمر عندنا رقم عزيني بتقرق حسنا 935 نيرليون 801 أكتاليون 653 سبتاليون 212 سبتاليون أنا نفسي يعني أي حد عنده موهبة يهتم بيها وهيلاقي اللي هو الموهبة اللي عنده كبرت وبات أحسن من كده 678 بليون 230 مليون 784123 23 رابو أكسلا إن شاء الله ربنا يحفظوا وعلى فكرة عمر ومامته كانوا عايزين إن هو المفروض إن هو في تانية ابتدائي بس هو كان عايز على طول يعني يختصر ليه سنوات من التعليم والتحق بيه الجماعة على طول وده على فكرة كتير من الأطفال الأسكياء سواء في مصر أو في أي حتة في العالم لما بيكونوا مستوى زكاءهم معدزي المرخلة العمرية اللي هم فيها ساعات بيحصل زي يعدي سنوات من التعليم ويدخلوا يلتحقوا بيه الجماعة على طول لأنه مستواهم العقلي والذهني والذكاء يكون يعني معدي أو واصل لهذه المرخلة معرفش زي ممكن يعني يهتموا بيه أو يساعدوا سواء في وزارة التعليم أو وزارة التعليم العالي أنه تشايف أنه هذا الطفل ممكن يعدي مراحل تعليمية بشكل سريع ترجمة نانسي قنقر